باتت مدينة المخة الساحلية وميناؤها على مرمع حجر أمام قوات الجيش والمقاومة التي تواصل تقدمها ضمن عملية الربح الذهبية العسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي لمحافظة تعز من عناصر الميليشيات الانقلابية مصدر عسكري أكد أن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من قوات التحالف تمكنت من تحرير عدد من المناطق خلال التقدم في اتجاه مدينة المخة في ظل استمرار المعارك وتمشيط المناطق المحررة من الألغام وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وانسحابها مخلفة عشرات القتلى والجرحى وبوصول قوات الشرعية إلى منطقة واحجة أصبحت على بعد نحو خمسة كيلومترات فقط من مدينة المخة الساحلية التي تستعد لاقتحامها والسيطرة على ميناء المدينة وتطهيرها من المتمردين وفي الوازعية غرب تعز تمكنت وحدات من القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة من تحرير قرية الحرثة وتطهيرها من الميليشيات مواصلة تقدمها نحو مواقع تمركز الانقلابيين في مديرية الوازعية المطلة على مدينة المخة وفي جبهة حرد بمحافظة حجة شمال غربي اليمن استهدفت مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي مواقع للميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة كما اعترضت منظومة الدفاع الجوي باتريوت صاروخا باليستيا في سماء مدينة مأرب أطلقته الميليشيات الانقلابية في محاولة منها لاستهداف مواقع الجيش اليمني